خلينا نبدأ من الجامعة العريقة جامعة القاهرة والتي تحولت خلال الشهور اللي فاتت أو السنوات اللي فاتت إلى ما يسمى بعزبة الخشط عزبة الدكتور محمد عثمان الخشط رئيس جامعة القاهرة اللي بيعمل كل حاجة أو سيطر على كل حاجة في الجامعة مخالفة للقانون والدستور والأعراف ووزارة التعليم العالي الخشط اللي بيجهز نفسه أو البعض في الدولة بيجهزه عشان يكون وزير الثقافة أو أي وزارة المهم أنه هو يستمر طبعاً مع اللي بيقدمه من خدمة وتضامن مع النظام لا سيما فيما يسمى بتجديد الخطاب الديني الدكتور الخشط اللي قدام حضرتك ده لمؤلفات وصفها شيخ الأزهر الشيخ الطيب أنها تقدح في صميم العقيدة وصميم الدين المهم في جامعة القاهرة في خزنة أثرية هي خزنة الملك فؤاد التراثية الخزنة دي لما تيجي تبصي لها كده ممكن تعتبرها زي قبة الجامعة أو ممكن تعتبرها مثلاً زي الساعة الضخمة اللي موجودة في مدخل جامعة القاهرة خزنة واحدة من أقدم الخزائن في مصر بل في العالم عشان كده الجامعة جامعة القاهرة بتولي لهذه الخزنة اهتمام كبير جداً وبيتورسها الرؤساء كابر عن كابر كل رئيس جامعة لما يجي يستلم رئاسة الجامعة بيستلم أيضاً معها أحد مفاتيح هذه الخزنة الخزنة دي فيها إيه؟ فيها حجج الأراضي المملوكة أو التابعة لجامعة القاهرة فيها كمان الأوقاف المملوكة أيضاً لجامعة القاهرة فيها بعض الهدايا اللي أهديت لجامعة القاهرة بالإضافة لبعض الهدايا الخاصة بالملك فؤاد فيها كمان بعض الخرائط والتصميمات النادرة للقاهرة وبعض الأماكن فيها الجمهورية فيها بعض العمولات الأثرية والتراصية فيها بعض التمائم وبعض المنحوتات التي لا تقدر بسمن موجودة جوه الخزنة اللي موجودة داخل مبنى رئاسة جامعة القاهرة ازاي بيتم فتح الخزنة وهي واحدة من الخزائن المحكمة في التصميم وفي الشكل بيتم فتح الخزنة دي عن طريق اربع مفاتيح اربع مفاتيح احدهم مع رئيس الجامعة رأسا والتلاتة التانيين مع بعض قيادات الجامعة عشان تقوم بفتحة هذه الخزنة لابد تعمل محضر رسمي وتجيب تصوير رسمي ويتم في اجتماع رسمي بمعرفة كل الافراد بما فيهم وزارة الداخلية المصرية او مدرية امن القاهرة ووزارة التعليم العديد ده اللي بيحصل في العادة وده اللي متعارف عليه منذ عقود مع فتح الخزنة بتاعة جامعة القاهرة ولا يتم فتح الخزنة الا لضرورة الضرورة مثلا ان احنا هندخل حاجة في الخزنة او هنطلع وثيقة او هنطلع حاجة نصورها او نرممها ونرجحها تاني خلال الكام يوم اللي فاتت الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة في مخالفة للقانون ومخالفة للأعراف ومخالفة للعقل قرر يفتح الخزنة لكن بطريقة النجار المسلح بطريقة البلطجي بطريقة الحرامي راح جاب تلاتة صنايعية معاهم شاكوش ومعاهم اجنة ومعاهم مرزبة وفضلوا يفتحوا في الخزنة اللي قدام حضرتك الاثرية بالشكل ده في منتهى يعني الخروج عن المنطق والعقل والمألوف صنايعية بيخبطوا وبرزعوا وبيحاولوا يفتحوا خزنة اسرية بقالها عقود تحتوي على كنوز وتحتوي على آثار الخزنة نفسها او بوابة الخزنة او حتى المختصين الافل بتاع الخزنة نفسه يعتبر من الآثار لانه بيتفتح باربع مفاتيح ولا يمكن فتحه بالطريقة المعتادة بيعمل ليه بقى سيادة الدكتور الخشط بعد ما بيقول بعض الخشط اسف بعض الاسازة في الجامعة انه تم الاستلاء على ما بداخل هذه الخزنة فتحت الخزنة بالليل زي ما حضرتك شايف كده والفيديو ده معانا حصري من داخل كاميرات جامعة القايرة ما حدش عارف خده ايه ما حدش عارف الحاجات اللي جوه راحت فين لحساب مين فتح الخزنة بالشكل ده تواصل مع مين هل كان فيه مندوب من وزارة الداخلية فيه مندوب من التعليم العالي يبدو انه كان فيه مندوب فقط من الناس بتوع المهن مثلا او فيه مندوب من الجماعة بتوع النجارين المسلحين او فيه مندوب من عند مقاول فتح له الخزنة بهذه الطريقة الجريمة دي تعتبر جريمة متكاملة الاركان لابد من المحاسبة لابد نسأل ليه بيعامل التراث في بلدنا بهذا الشكل مين اللي بيسمح لدكتور او لواحد زي رئيس جامعة القاهرة اللي بيلوس التراث واللي بيعتدي على صحيح الدين واللي بيعتدي على القيم والمفاهيم واللي بيعتدي على السنة واللي بيعتدي ايضا على الطلبة والطالبات واللي منع بدخول المنقبات الجامعة واللي كان بيشتم الطلبة بألفاظ نابية مين سمح له ان يعمل كده مع التراث بتاعنا مين سمح له ان يوصل للدرجة دي اعتقد كان فيه منشور كتب للدكتور واستاذ الازاعة والتلفزيون ايمان منصور ندا بيحكي لنا اللي حصل وبيقول انه كلف المحامي بتاعه او المستشار القانوني بتاعه يرفع قضية امام النيابة العامة ضد رئيس جامعة القاهرة بتهمة التبديد وبتهمة البلطجة وبتهمة الاستلاء على وثائق والاستلاء على بعض المملكات للدولة يمكن بدأ الدكتور ندا بمثال او بحاجة من التراث قال يقال ان ثريا عربيا اشترى بيتا في ضواحي باريس قيمة البيت الفعلية 20 مليون يورو لكن امتوا اعلى من كده وصلت 200 مليون بسبب النقوش الاسرية واول حاجة عملها السري العربي جاب نقاش ودهن هذه الرسوم نفس اللي بيعمله رئيس جامعة القاهرة اللي جاب 3 صناعية وكسر الخزنة الاسرية اللي بقالها اقود واحدة من معالم جامعة القاهرة تقدر تقول كده وانت مغمض ان الخزنة بتاعة جامعة القاهرة دي زيها زي خزنة البنك المركزي او زيها مثلا زي كده يعني تقدر تقول حاجة لا تقل قيمة عن بعض المعالم التاريخية اللي موجودة في البلد ده ايضا بلاغ بنقدمه للنائب العام بنقدمه لوزير الاثار بنقدمه لوزير التعليم العالي ضد رئيس جامعة القاهرة اللي حول الجامعة لعزبة خاصة بيصرف فيها زي ما هو عايز ترجمة نانسي قنقر